موسيقى أعزائينا المشاهدين التحية لكم أينما كنتم من برنامج الصوت الرابع في حلقة اليوم نرصد لكم أيضا بعضا مما يدور في العديد من المنابر الإعلامية التي تتناول شؤون إثيوبيا والإثيوبيين البداية مع وزير سابق للري في جمهورية مصر العربية لنشاهد معا ما استهلوا به هذا اللقاء هنوصل لفين مع إثيوبيا؟ هو إيه اللي حاصل مع إثيوبيا؟ مفوضات السد دي هتخلص على إيه؟ بأن كام سنة وفيه زين بقول كده شدوا جذبوا رايحين وجايين مفوضات وأمريكا للتحدي الأفريقي والحد النهارده علامة استفهام كبيرة إيه اللي بيحصل بصراحة؟ اللي بيحصل الحقيقة أن إثيوبيا بتتلاعب المجتمع الدولي وفي نفس الوقت بتحاول تعمل كده مع مصر والسودان مع أني مش عارف معنى التلاعب اللي يقصده الدكتور محمد والعديد من المتحدثين من مصر اللي دائما يتهم إثيوبيا بالمصطلحات المعروفة معناها ومش مفهوم قصدهم ومفهومهم لهذه المصطلحات التعنت المراوغة المماطلة إلى آخره من هذه الاتهامات التي يطلقونها على إثيوبيا لكن نتساءل بشكل عام مثل ما اتهم الوزير الأسبق إثيوبيا بشكل عام وصطحي معقولة عاصمة الاتحاد الإفريقي إثيوبيا واللي يشوفها البعض في دول الجوار أنها مجرد دولة هشة معقولة يا دكتور أنها تغامر وتتلاعب بالمجتمع الدولي وتحاول تعمل كده مع مصر والسودان ليش مصر والسودان ويش من المجتمع الدولي في نظرك يا مااني الوزير وأنا أعتقد أن مصر والسودان عارفين كويس أوي أثيوبيا بتعمل ايه إيش الاستثناء الغريب هذا بعدين إيش المعلومة السرية العجيبة اللي ذكرتها يوم تقول مصر والسودان عارفين كويس إثيوبيا بتعمل ايه يعني من أول كانوا يتفاوضوا على أشياء مش عارفينها كويس يا دكتور محمد إثيوبيا كانت ولا تزال تعلل للعالم كله عن خطواتها وإجراءاتها في سد النهضة أعلنت للجميع عن تدشين سد النهضة وتشييده في البداية ثم أعلنت عن موعد الملء الأول وكافة المراحل يعني الملء الأول والثاني وكميات المياه التي تحتجزها لتوليد الطاقة وكذلك كميات الطاقة المنتجة في كل مرحلة بالإضافة لتفاصيل أخرى أنت أدرى بها أيضا ورغم أن المشروع سيادي على أرضها إلا أنها سمحت بالتفاوض مع دول المصر من مبدأ حسن النوايا وحسن الجوار ومع ذلك تكرر أنت وبعض الشخصيات المصرية أن أثيوبيا تتلاعب وتتعنت وتراوغ وتفعل ما يحلو لها على حساب مصر كما تدعون المطلوب الإثباتات وليس الاتهامات يا معان الوزير الأول يبتدينا من خلال إعلان المبادئ أن أثيوبيا محتاجة سد للتنمية طالما بدينا باتفاقية إعلان المبادئ خلينا في اتفاقية إعلان المبادئ بغض النظر عن شرحك باللهجة المصرية المحلية لمضمون الاتفاقية واللي ما ينطبق على أي بند من بنودها إلا أننا ما نختلف على الإطلاق على أنها اتفاقية بين ثلاث دول إثيوبيا ومصر والسودان بيتعهدوا أنه لن يضر مصر والسودان أهلا وسهل نعم نتفي على الكلام ده نتفي أهلا وسهل عايزين تولدوا كهرباء لإيه قالوا للإنتاج الداخلي واللي إحنا نعمل كفاية نعم ذاتية أو حاول نغطي جزء كبير من الاحتياجات شيء فرحنا حتى لو عايزين مصر تشارك معاكم في السد أهلا وسهل قالوا لا لا إحنا بس نحتاجين الشاهد أنه لازم تعرف من الملزم بهذه الاتفاقية ومن الملتزم بها ومن اللي يخالفها وراح نثبت هذا الأمر والدعاء الدكتور محمد مصر بأن مصر عرضت المشاركة في سد النهضة وغيرها من المزاعن في حلقات أخرى إن شاء الله نرجع للمهم زميلنا أحمد موسى يسأل الوزير سؤالا اللي على راسه بطحة ويقول له بكل ثقة يعني نحن ما عندناش مشاكل في حسن النوايا مين اللي قال لك كده يا باشا عود بالله أصبر بس يا حماد أصبر علي شوية عشان نشوف حسن النوايا على لسانكم وحسب رؤيتكم أنت ومعالي الوزير محمد نصر اللام بعد كده يعني احنا حسن نية عندنا وعندناش مشاكل قتل اطلاقا اطلاقا وده من أول ما رئيس السيسي تولى الأمور وقال لك فتحة صفحة جديدة والسماح لتنمية الدول الأفريقية ودول حض النير وفي نقطة مهمة جدا ما يمكن نتجاوزها يوم تقول السماح للدول الأفريقية بالتنمية طبعا بأي صفة تملك مصر أو غيرها السماح للدول الأفريقية وبماذا تسمح لها بإنشاء مشاريعها السيادية متى طلبت إثيوبيا الإذن من مصر أو غيرها عشان تسوي مشاريعها يا دكتور أنا ذكرت مرة في إحدى الفضائيات أن مبدأ أنا ربكم الأعلى ثبت بطلانه منذ آلاف السنين وأكيد ما راح ينفع الحين في عصرنا الحاضر أكيد ما راح ينفع الحين بالذات على الأقل في إثيوبيا وإن كانت بعض الدول الأفريقية أو المجاورة تحاول تطبيق هذا النهج داخل حدودها فأتمنى أنك ما تصرح تصريحات سطحية وغير واقعية عشان ما تشوه موقف بلادك وسمعت بلادك خاصة وأنت وزير سابق في دولة نحترمها ونقدرها كدولة جارة لنا ولازم تكون تصريحاتك مسؤولة يا معالي وزير تصريحات الدكتور محمد نصر علام راح نفندها في حلقات أخرى مثل ما وعدناكم لكن في ثلاثة نقاط نود أن نتطرق إليها لأنها غريبة من نوعها في هذه الدردشة الثنائية بين أحمد موسى وزير الرية الأسبق النقطة الأولى يمكن كلكم لاحظين مشاهدين الكرام إن اللي يدافع عن موقف مصر في ملف سد النهضة يحاول أنهم يتكلموا دائما باسم السودان ويصوروا للعالم أن السودان يتبنى مواقف مصر تماما وأنه ضد إثيوبيا وبعد ما تكشفت هذه الحقائق وهذه الأسطوانة المشروخة يلجأوا لمحاولات تخويف السودان من خلال شيطنة إثيوبيا والإثيوبيين وهذا الأسلوب اتبع الدكتور محمد نصر علام اللي اتهم إثيوبيا وسد النهضة بأنه ما كان السبب في فيضانات السودان وانهيار سد بوت وغيرها من الفيضانات التي حصلت وكأن السودان ما عنده خبراء وقرار سياسي مستقل ويمكن وزير الرية ما سمع هذه التصريحات السودانية التاني أن السودان يرى فيه فوائد أكثر من المخاطر أو أكثر من الخسارة انتهينا من النقطة الأولى أما النقطة الثانية الدكتور محمد علام وزميلنا أحمد موسى يحاولوا في سبيل استعطاف السودان إنهم يمتنوا عليهم بأنهم ساعدوهم بالمستشفيات والمساعدات نعم ناقص شديد جدا في المياه نتيجة الحجز نعم أبارة عن توقيف محطات مياه الشرب مستوى هائل على مستوى محافظة الخرطوم وبعض المحافظات الأخرى بعد كده فيضانات عالية بالإضافة لفيضانات محلية ضمرت مستعمرات سكانية وضمان أراضي زراعية وإحنا بعثنا مساعدات كثيرة وإحنا وتواجدنا مستشفيات وغيره طبعا وده واجب مصري يعني طبعا دولة كبرى في العالم العربي يعني نعم فده اللي حصل وحتى لو ذكر الدكتور محمد علام أن هذا واجب يعني من باب البروتوكول الإعلامي إلا أن سياق الحديث يدل على أسلوب المن والأذى اللي اتبعوا بهذه التصريحات اللي انكشفت يعني طبعا هذا الرد الأخوة السودانيين معنيون بالرد عليه من عدمه لكن نحن نقول هذه الأساليب راح تفشل يعني ما بتأكل عيش مثل ما يقولوا بالعامي هذه الأساليب راح تفشل في تشويه موقف إثيوبيا العادل في سد النهضة مثل ما فشلت الأساليب الزائفة سابقا النقطة الثالثة الدكتور علام بعد ما سرد كلامه المنمق والعاطفي للسودان شفنا مباشرة يطلب من السودان أنهم يبصوا لاتفاقية 59 ويطلب من السودان أنه يقتنع بأن مصر والسودان متضررتين على حد زعمه ولازم يراعوا المصالح المشتركة المشتركة وأنا الحقيقة بقوله السودان الشقيق لأنه هو شقيق واستراتيجي وأهم دولة عربية بالنسبة لمصر على مدى التاريخ بلا شك يعني نعم فسواء السودانيين أو بعض السودانيين على فكرة يعني يعني فيه تنصيق كيامل شايفين منورات عسكرية شايفين يعني فيه تفاهم كبير جدا ما بين القيادات أنا الحقيقة النصيحة بتاعتي أن لازم نبص لاتفاقية 59 ولازم نبص للمصالح المشتركة ولازم نبص أن مصر والسودان متضررين فعلا من هذا السد ويجب طبعا الدكتور المحترم نسي أن اتفاقية 59 هي بمثابة مصلحة مشتركة فعلا بين السودان ومصر لأن إثيوبيا ما كانت طرفا في هذه الاتفاقية الغريب أنك تقول على السودان لازم يبصوا على هذه الاتفاقية عشان يتمسكوا بيها في قضية سد النهضة والأغرب أن أحمد موسى يجاوب بلسان إثيوبيا حول هذه الاتفاقية بكلام فيه الكثير من الحقيقة إثيوبيا النهاردة بتتكلم على الاتفاقيات دي اتفاقيات أهم الاستعمار وإحنا خلاص النهاردة مش حدش مستعمرنا والأرض دي والمية دي مية بتاعتنا وإحنا نتحكم فيها وإحنا نسمح ما حدش يتكلمنا على أخذ حصة كام وكلام ده ماذا يعني هذا الكلام إذا أصرد إثيوبيا عليه وطبعا بعد ما تفاجأ الوزير بالرد الإثيوبي على لسان زميلنا أحمد موسى ترك السؤال وبدأ الحديث عن موضوع مختلف تماما لك أن تسمي ذلك أيها المشاهدة الكريم هربا أو عجزا أو فضيحة أو مثل ما بغيت اللي تبتسميه سميه نتحكم فيها وإحنا نسمح ما حدش يتكلمنا على أخذ حصة كام وكلام ده ماذا يعني هذا الكلام إذا أصرد إثيوبيا عليه أو على هذا المنهج والرئيس الحقيقي الحقيقي احنا شايفينه بيصر على الحاجة كتيرة رسال تحسيس طبعا لا أنا قصدي أبي أحمد أبي أحمد ووصلت أنها تبقى حربة أهلية حربة وصلية في إثيوبيا الراجل يعني شوية الحقيقة قراته صعبة وبتؤدي إلى بعض النتائج كيف كذا يا دكتور يعني يسألك عن الاتفاقية وترد عليه أنه في حرب أهلية في إثيوبيا وأن الدكتور أبي أحمد مصر على حاجات كثيرة أوي خليك صاحب حجة ومبدأ ومنطق ومصداقية يا دكتور لأن الشعب المصري يستمع لكلامك على أنك مختص في المياه كيف تحاول تخاطبهم بهذا الشكل اللي ما قدرت فيه تفكيرهم وإدراكهم ويا عيني على القلب الكبير المشفق على إثيوبيا وعلى الإثيوبيين وعلى أحوالهم وعلى أوضاعهم الإنسانية يعني إحنا حسنية عندنا وعندناش مشكل خطل إطلاقا وده من أول ما الرئيس السيسي تولى الأمور وقال لك فتح صفحة جديدة والسماح لتنمية الدول الأفضل هذا القلب هو نفس اللي فضحك الله به في نفس هذا اللقاء وقبل مرور دقيقة على دموع التماسيح اللي ذرفتها على أهل إثيوبيا وهم في غنى من هذه الدموع الكاربة أو يهجر عشرات الألاف من بلادهم وهو زي الشعب السوري بيكلموا على ربع مليون داخل هيدخل على السودان خلال كامل أسبوع اللي جاي والله أعلم ماذا بعد السودان والله أعلم كمان ماذا سيحدث في السودان لأن الناس ديت هي نفسها اللي قتلت الأسر السودانية وخيرت أراضيها ده من شهور وسنين يعني فالأمر مستهل تاني حاجة الحقيقة عدم استقرار بدون لازمة بلد عايش طبعا بغض النظر عن أن وزير الري المصري الأسبق يتحول فجأة من وزير ري وخبير للمياه إلى محلل سياسي للشأن الداخل الإثيوبي الشاهد أن بعض النوايا تكشفها الألسنة بدون قصد أصحابها عشان كذا لا تستغربوا لما نتهم بعض الأفراد والأطراف أنهم ينون الشر لأثيوبيا والإثيوبيين فحتى لو اتهمناهم تكون أدلتنا الدامغة في كلامهم وأفعالهم وتصرفاتهم والعالم كل يشهد على أن الإثيوبيين ما أضمروا الشر لمصر أو غيرها من الدول بينما يتصدر المشهد الإعلامي لديهم عدد من الإعلاميين الذين يقتاتون على جراح إثيوبيا والإثيوبيين ويسيئون إلى الشعب الإثيوبي بأكمله ويساهمون في إشعال الفتن بين صفوفهم وكل ذلك ليحققوا بعض الفوائد النسبية المحتملة في ملف سد النهضة فيا للعار يا أيها الجار فيا للعار نؤمن في أثيوبيا أن كل هؤلاء كل هؤلاء لا يمثلون مصر الكنانة أرضا ولا شعبا ولا قيادة ولكن هذه بضاعتكم الإعلامية المعروضة ونحن قيمناها إيجابا وسلبا يعني بالعربي كذا ردت إليكم فماذا نحن فاعلون؟ أما الآن مشاهدين الكرام مع أيضا أحد الأكاديميين ورصدنا لكم هذه التصريحات من هذا الدكتور وهو ماك شرقاوي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية العجيب أن الدكتور ماك يسألنا وين الكهربا؟ والسد ما اكتمل أصلا يعني سد النهضة ما اكتمل إنشاؤه ويقول وين الكهربا؟ وأنت تعرف يا دكتور أن الكهربا يتم توليدها بعد إجراءات عديدة يمكن يعلموك الخبراء في مصر زي الدكتور محمد نصر علام وزير الرية الأسبق هو ربما يعني مقارب لك في وجهة نظرك وتوجه اكتجاه إثيوبيا وسد النهضة لكنه بشكل عام يعني دبلوماسي وأتمنى أنك تتعلم منه الصراحة اتعلم منه الحاجة الكويسة اللي تطلع بيها أمام الجمهور وليس بهذه البضاعة التي نعرضها للأسف الشديد للمشاهدين فين الكهربا؟ مافيش واحنا بنينا ودينا بنينا السد الواطي فين الكهربا؟ مافيش كيف راح عن بالك أن أثيوبيا عصية على الاستعمار؟ اقرأ التاريخ عشان تعرف تاريخ إثيوبيا اللي تهددها بقوات الصاعقة المصرية وعلى فكرة أنت قاعد تسيء لأجهزة من أجهزة القوات المسلحة المصرية وأنت تكلمهم بهذا الشكل السطحي هل تتصور يستحق لقب دكتور؟ على الإطلاق إلا إذا قلنا دكتور في تخصصات ثانية لا يتقبلها العقل البشري لا وتقول أن هذا هو الأضمن يعيني عن الحلول يعيني يا الخبير الاستراتيجي اللي تعرف الحلول يا أخي أنت أهم شيء تعرف بس الحلول حقة الدردشة اللي تطلع بها في البثة المباشر والسقطات هذه على الهواء أتمنى تتجنبها يا دكتور لأنك تحرج نفسك وتحرج شعبك ووطنك بهذه التصريحات اللي تصدر من وجوه إعلامية يتصدرون المشهد يقولوا لنا أنتوا حاقدين على مصر نحن مش حاقدين عليكم ولا شيء لكن أعتقد أمثال الدكتور ماك واللي على شاكلته من اللي يعني يتصدروا المشهد الإعلامي هم اللي يسيئوا بالشكل الأول والأخير لمصر ولشعب مصر تأملوا في هذه المادة المرئية وكده بمنديل وصخ خلاص وترميه في عين كابينيه فاكرين الكابينية كلمة كنت مسمحها ده اتحاج في عين الكابينية ويشده عليه السيفون بس من الاخر يعني فلا اعتقد ابدا ان احنا ممكن نتجرجر لهذا العمل ولكن انا بعتقد ان قريب جدا هتلاقي قوات من السعقة المصرية خلاص بتحتل منطقة السد ويتم التمهيد خلاص للمهندسين المدنيين وخبراء الرأي المصريين نعتذر من المشاهدين الكرام عن هذه الالفاظ اللي اوردناها وهي فيض من غيض بالمناسبة يعني هذا جزء بسيط واللي يتابع وسائل او بعض وسائل الاعلام واصواتهم الاعلامية يتأكد تماما ان هذا مسارهم ان هذا نهجهم هذا نهجهم اللي قاعدين يتصدروا به المشهد الاعلامي ليش؟ للدفاع عن موقف مصر للأسف الشديد وشوفوا كيف يتحدث الدكتور الأكاديمي على حسب ما يزعم شوفوا كيف يتكلم على ردة فعل المجتمع الدولي ويحللوا في حال العدوان العسكري على اثيوبيا شوفوا التحليلات وشوفوا مدى استخفاف هؤلاء بعقول من يتابعهم وتأملوا من اللي قاعد يحارب اثيوبيا عبر الاعلام العربي المهندسين المدنيين وخبراء الرأي المصريين والسودانيين لإدارة عمليات السد وحد بقى كلب ابن الكلاب يهوب هناك دا الأقرب على فكرة وده الأضمن وده المجتمع الدولي حيقول لك إيه ولا يقدر يقول لك حاجة دولة فشلة حدود السودان عنق استراتيجي تحالف مصري سوداني نحن نحمي العنق الاستراتيجي المصري والأمن القوم المصري والأمن القوم السودان ترى مفهومك لمعنى العصابات يحتاج لمراجع وتدقيق بحيث أنك أنت لازم تعرف لفظ العصابات يطلق على من يصرح بمثل تصريحاتك هذه يطلق على قطاع الطرق اللي جاؤوك على الشكل الإعلاميين ويتصدروا المشهد الإعلامي بجهل وسفح مصري والأمن القوم المصري والأمن القوم السوداني بس ونحن لن نسمح إلى العصابات أي أن كان بقى تجري ولا أمهرة أن هم يسيطروا على شريان الحياة لمصر يبقى من حقك إذا كنت تروح تدير عمليات السادة بس وإذا عشت في بيئة معينة أو تعودت على أمر معين ونمط معين أتمنى ما تحسب الناس كلها في هذا الكوكب مثلك في هذه البيئة وعايشين على نفس هذا النمض تفتكروا محمد العروسي هيكلمني تاني ويطلبني في المحطة الفضائية الأسيوبية ويدفعوا لي 143 دولار مات هيقليش يا محمد بالتأكيد يا دكتور نحن أهل الكرم حتى مع اللي يمكن نتوقعهم إنهم ما يستاهلوا لكن عمر الأخلاق والأدب والتربية والمعرفة ما تساون بال140 دولار أو أي ثمن مالي تأملوا في هذول اللي اتكلموا وقالوا أنتوا كيف تتهموا إعلاميين ومسؤولين ومتحدثين بالعنصرية وقارنوا بين هذا الكلام اللي نعرض لكم شوفوا المفردات اللي يستخدموها للإساءة لإثيوبيا والإثيوبيين بهذه الطريقة الشوارعية اللي نستنكرها جميعا ونربأ بها عن شرفاء مصر مما لا يرضون بهذا الأسلوب المشين هذا الأسلوب الهابط في الحوار وفي طرح وجهة النظر متى يرهد المرد الإفريقي إن شاء الله هتجيبك بالطوق في رقابتك وإنت ماشي على ركبك وإديك ويبقى كل واحد مصري واخد واحد منكم في إيده كده يتمشى بيه عنصرية أنا قاسب جدا أنا عنصري أنا بقى عنصري باعمانة جديدة نختم مع هذا الإعلامي الضريف من نوعه وهو جون المصري جون هذا نعتنا بأننا مندوبين دائمين لقناة الجزيرة نحن نقوله أن الإثيوبيين جميعا مندوبون مندوبون لقضايا بلادهم لكن في المنابر المحترمة المحايدة لا أقول المنحازة أقول أن الإثيوبيين لديهم الشرف أن يمثلوا قضايا بلادهم بصدق وبحق وحقيقة وليس بزور وبهتان وافتراء وشتم للآخرين بغض النظر طبعا عن هذا الكلام لكن أنا ودي أقوله في نقطة هو ذكرها أنه ما يعني نحن ما نعرف نتحرش نحن نضرب ونمشي على طول حبيت أقوله تأكد من هو متلقي هذه الضربة يا أخوي جون لأنك أمام إثيوبيا وهذه الأساليب ربما تطبقها مع زملائك وليس في إثيوبيا وليس مع الإثيوبيين على الإطلاق هي دولة هشة واللي مسكينها هنسمعها بتعرفش تفكر خالص خليها نسمع المندوبة الدائم لأسيوبيا في قناة الجزيرة ونرجع داك لكن سيد العروسي أنا قلت لكم يا جماعة سد النهضة بس مش من أجل المية هو من أجل توحيد أسيوبيا ضد عدبه واحد والعدو ده هو مصر أسيوبيا دولة مفككة جدا فهو ألها أخيرا وليس آخرا الخلافات الأثيوبية الداخلية لا يمكن أن تكون جسرا لتغلغ للمتربصين الطامعين في تشتيت الشعب الأثيوبي وسلب قراراته السيادية بل أن صفحاتها تطوى حتما حتى يكف المتربص عن تربصه في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة